السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب اليوم حنوصل في شرح مادة الميكانيك الهندسية وذلك من خلال الشابتر رقم ثلاثة الشابتر هذا اللي هو عنوانه equilibrium of rigid bodies الشرح هذا حنشوف يعني المسألة رقم واحد المعطيات متعة المسألة بتقول أنه الشكل هذا اللي هو بي سي دي اللي هو يعني في النقطة سي فيها يعني قوة شد وفي هنا كيبل في النقطة B اللي هي عنها قوة يعني حتكون التنشين هنا اللي هي T يعني هذا حيكون التنزيل على المحور X وهذا على المحور Y يعني هذه حتكون TX وهذه حتكون TY طيب حم TY هي معطى هنا اللي هي 1200 N طيب على حسب الرسمة هذه بيقلنا جيبوا قيمة TX كم تساوي TX يعني كم تساوي الكم برطة بتاعة تنشين في النقطة B السؤال الثاني يعني إذا كلمنا TX على طول من خلال TY نجيب T في السي في هنا قوة تنشين لأنه وديركشن متاعة C متاعة القوة C هذي اللي هي حتكون الكمبانتز متاحة CX والC والC والCY هنبدأ بالحلة الأول يعني هذه زي ما شفنا هذه التنشين T يعني هذه اللي هي TX وهذه T TY اللي هي 1200 طبعا يعني السؤال الأول هنجيب TX علشان نجيب TX هنستعمل السيجما C تساوي سفر بمعنى في حالة اتزان يعني العزم بتاع كل القوة الموجودة هنا حول النقطة C علشان نجيب TX أول قوة اللي هي TX هذا هو محور القوة TX المسافة العمودية ما بين النقطة C ما بين المحور هذي اللي هي المسافة هذي اللي هي كم اللي هي 0.18 متر يعني هتكون TX TX في 0.18 متر طبعا هنا موجبة أو سالبة على حسب الاتجاه يعني الاتجاه هيكون عكسة قرب الساعة لأن هذه النقطة والاتجاه بتاع TX في اتجاه هذا يعني اللف هتكون في الاتجاه هذا يعني هتكون موجبة لأنها عكس عقارب الساعة القوة الثانية اللي هي القوة هذه اللي هي 240 هذا هو المحور القوة وهذه النقطة C يعني المسافة هذي 0.4 يعني هتكون 0.4 في 240 نيوتن طيب الاتجاه هيكون في الاتجاه هذا مع عقارب الساعة هتكون يعني مينس القوة الثالثة اللي هي نفس الشيء 240 هذه لكن الفرق ما بين هذه وهذه أنها المسافة أصبحت 0.4 مع 0.4 يعني هتصبح نفس الشيء مينس 0.4 مع 0.4 هذه المسافة كلها في القوة اللي هي 240 نيوتن هي القوة هذه طيب هذه هي كل القوة هذه كلها تساوي 0 من خلال المعادلة هذه المجهول الوحيد اللي هو TX يعني نقدر نجيب TX على طول تساوي 1600 نيوتن هذه قيمة TX هذا هو السؤال الأولى السؤال الثاني أعاوز نجيب المغنيتود متاع T سهلا T تساوي TX SQUARE PLUS TY SQUARE كله تحت الجدعة التربية يعني تساوي TX اللي هي جبناها 1600 مع TY اللي هي موضع 1200 اللي هي هذي 1200 تحت التربية طبعا التربية كلها تحت الجدعة التربية على طول بتكون T قيمتها يعني 2000 نيوت السؤال اللي نبعده عاوزين نجيب CX طبعا كل القوى الموجودة على المحور X اللي هي TX والCX يعني ما ننسى أنه هذه CY وهذه CX يعني القوات الوحدين اللي هي CX والTX يعني هنستعمل Sigma FX تساوي 0 طيب المتجه متع المحور يعني LX اللي هو هذا ما ننسى وهذا هو Y يعني نفس الاتجاه متع CX هتكون plus والTX بتكون عكس X بتكون minus يعني بتكون minus X يعني على طول نستنتج أن CX تساوي TX طبعا TX اللي هي نفسها تساوي 1600 نيوتن يعني هذه TX اللي جبناها في السؤال هذا نمر للسؤال اللي بعده عاوز قيمة CY علشان نجيب CY نفس الشيح هنستعمل Sigma F Y تساوي 0 يعني القوة الموجودة على المحور Y بالنسبة للCY موجبل يعني نفس الاتجاه مع المحور Y بتكون CY بالنسبة للTY يعني بتكون عكس Y اللي هي ناقس 1200 وبالنسبة للقوة هذه اللي هي 140 مع 240 ل2 عكس يعني Y بتكون ناقس 240 ناقس 240 قوة 2 يعني الناتج بكله بيكون 0 بالمعادلة هذه المجهول الوحيد اللي هو CY على الطول بنجيب CY بتكون يعني 1200 مع 240 مع 240 الناتج النهائي بيكون 1680 نيوتن بنكون وجاوبنا على السؤال D بالنسبة للسؤال E نحوز المغنيتيود والديركشن بتاع القوة C بالنسبة للمغنيتيود سهلة يعني احنا عنا CY وعنا CX يعني C بتكون المغنيتيود بتاعها تحت الجزعة التربية بتاع CX تربية مع CY تربية بتكون 2320 نيوتن خلاص هذه C بالنسبة للمغنيتيود اللي الدييركشن الدييركشن اللي هي الزاوية يعني يعني حتصبح هذه هي القوة C هذه CX وهذه CY يعني هذه C اللي هي قيمتها 2320 والدييركشن اللي هي الزاوية هذه تيتا الزاوية تيتا تكون تانث مينس وان بتاع CY على CX يعني بنعوضها بتكون تانث مينس وان بتاع CY اللي هي 1680 على 1600 أوكي التيتا على طول تلقيمة بتاحها بتكون 46.4 درس هذه يعني الزاوية بتاع C طيب هذا هو البروبلم 1 الحين نمر البروبلم 2 البروبلم 2 بيقولك انه العربة هذي بكلها اللي هي الوزد امتاحها 320 نيوتن حنستعملها لشان نرفع يعني بضاع وزد امتاحها 170 نيوتن عاوز نجيب الرياكشن الموجودين في العجلات يعني العجلات الامامية والعجلات الخلفية في النقطة هذه الامامية وهذه الخلفية عاوز نعرف كم A وكم B لكن هنا كتبنا 2 A ليش 2 A لأنه 2 كفرات في الامام لكن هنجيب الرياكشن بتاع كل كفر الحال الامامية والخلفية طيب بالنسبة للحال هذا هنشتغل اول شي على الكفرات الامامية بالنسبة الكفرات الامامية علشان نجيب القوة A هنستعمل قانون السيجما M B طريقة السيجما B يعني في مجهولين المجهول الأول اللي هو A موجود في النقطة A والقوة B في النقطة B ليش ما أخذناش النقطة A لأنه لو أخذنا العزم في النقطة A سيكون 0 يعني المجهول A سيروح علشان كده أخذنا B علشان تروح B لأنه عاوزين نجيب A يعني السيجما أول قوة موجودة اللي هي 170 هذا هو محور القوة وهذه النقطة A عفوا هذه النقطة B يعني المسافة ما بين محور القوة أول نقطة هتكون مسافة هذه اللي هي المجموعة 1.26 2.4 و1.2 يعني هنضرب 170 اللي هي القوة هذه في المسافة على النقطة اللي هي سير فيها العزم اللي هي المجموعة 1.6 مع 2.4 مع 1.2 هذن كلهم هنضربهم في القوة لكن اللفة هتكون في الاتحاول النقطة هتكون بمنها تجاه القوة في الاتجاه هذا يعني اللفة هتكون في الاتجاه هذا يعني هتكون مجموعة القوة الثانية اللي هي هذه 320 طبعا هذا المحور بتاعة القوة وهذه النقطة يعني المسافة هتكون هذه اللي هي 1.2 يعني هتكون 320 نضربها في الواحد فاصل 2 طبعا نفس الشي هتكون موجبة لأن المتجاه حكس عقارب الساعة هيكون بلاس بعدين هنبقى القوة 2i هذه القوة 2i يعني هذا هو المحور المتاحة وهذه المسافة يعني المسافة هتكون هذه 2.4 حما 1.2 يعني هتكون 2i 1.2 2.4 طبعا الاتجاه متعت القوة 2i الفوق يعني حيكون لفف الاتجاه هذا حول النقطة b يعني حيكون يعني معاقر بالساعة هنا هذا كله يساوي 0 خلصنا كل القوة يساوي 0 يعني المجهول الوحيد اللي هو يعني في المعادلة هذه اللي هي الآية على طول بنجيب الآية النتيجة بتكون 176.1 نيوتن هذا هو القوة a الحين هنمر لل b هنستعمل كل القوة كلها موجودة يعني معلومة على المحور y هذه 170 2i اصبحت معلومة هذه معلومة المجهول الوحيد على ال b علشان كده كل القوة موجودة على المحور y علشان كده هناخذ sigma f y تساوي 0 طيب القوة الموجودة يعني لو ناخذ هذا المحور y الفوق x هذا يعني المحور y سيكون الفوق 170 ستكون بال minus ليش لأنها عكس للمحور y القوة الثانية هي 32 نفس الشيء عكس ستكون ناكس 32 وحشرين والقوة يعني الثانية اللي هي يعني 2i يعني هتكون مع هتكون مع 2% 76.1 نيوتن نيوتن هذا هو يعني التمرين نكتفي بهذا القدر اليوم وإن شاء الله بمحاضرة قادمة يعني نوصل بقية حل بقية التمرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته